موسيقى سيد بجمع بينهو شكرا جزيلا ومرحبا استجابة كل دعوية دينا سيد بجمع ناقش مؤخرا أطروح الدكتوراه بعنوان علاقة القابلة بإنتاج النخب المحلية السحراوية يعطينا فكرة أولا حول هذه الأطروحة بداية شكرا لكم الأخ مونير الكتاوي على الاستضافة ومن خلالكم إلى منبر موقع أنفاس بريس ومن خلالكم للتاقم التقني والصاهر على الموقع الأكيد على أنه بالفعل يوم الجمعة الماضي ناقشت ولله الحمد أطروح الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية كان عنوانها هو مؤسسة القبيلة وإنتاج النخب وإنتاج تنثيلية النخب المحلية السحراوية دراسة لمحديدات سلوك انتخابي هذه الأطروحة هي عبارة عن بحث ميداني اشتغلت عليه تقريبا لمدة عشر سنوات لأنني مسجل منذ 2011 وهو تكمل في الحقيقة إلى بحث الماستر رسالتي للماستر كانت أنا ذاك في 2010 حول مؤسسة القبيلة وإنتاج النخب واشتغلت على إقليم أسازات كنموذج الآن الأطروحة توسعة اشتغلت على مجال الصحراء بشكل عام وهي تقف وتنطلق من إشكالية هي قياس أثر تأثير تنظيم القبيلة على إنتاج النخب المحلية السحراوية وذلك من خلال الوقوف على محددات سلوك الانتخابي هذه الأطروحة هي عبارة عن قسمين كبيرين القسم الأول ركزت فيه على الإطار النظري الذي أسس لمفاهيم القبيلة ولمفاهيم النخب والقسم الثاني هو عبارة عن بحث ميداني اشتغلت فيه على كافة مدن الأقاليم الجنوبية حصلت على تركيبة المجالس الترابية لكافة المجالس وقمت بتفريغ المعطيات بتجزئها إلى الانتماءات السوسيوميهنية لمستشارين الانتماءات الإثنية أي القبلية والانتماءات السياسية ومن طبع الحال المنتلق الأساس والفرضية التي انطلقت منها الدكسوراه هي على أنه يبقى نظام القبيلة أو تنظيم القبيلة اللي لم نعطيه مثل المفهوم مؤسسة على أنه هو الأبرز في توجيه السلوك الانتخابي في منطقة الصحراء بشكل عام نبدأ بتفصل أكثر في الأطرحة وشكين تعريف معين للقبيلة؟ من طبيعة الحال أستاذ مونير لأن القبيلة أولا هي تنظيم اجتماعي ولعل من كبار المفكرين الذين أصلوا لمفهوم القبيلة أو العصبية القبلية هو ابن خلدون طبيعة الحال ابن خلدون أصل لهذا المفهوم وهو تنظيم اجتماعي إلى يومينها دقائم ذات ليس فقط في منطقة الصحراء بل في مجمل المنطقة العربية بشكل عام ولا سيما أيضا في المجتمع المغربي لأن هنا مثلا قبائل زعير قبائل سكساوة يعني روبير مونطاني اشتغل على مجموعة من القبائل الدراسات الكولونيالية في المرحلة الاستعمارية اشتغلت على مجموعة من القبائل في المنطقة هناك باحثين كذلك أجانب اشتغلوا على منطقة النوير في السودان ومنطقة الحال هنا في المجتمع الصحراوي يعني تبقى الأرضية خصبة للاشتغال على موضوع القبيلة هل يمكن الحديث الآن في هذا الظرف عن القبيلة رغم تطور الدستور والحادثة والديمقراطية على صعيد المؤسسات الدولة؟ هو منطقة الحال يعني بعد الدستور ولسيما دستور 2011 الذي كان دستوراً متقدماً نحتكمه إلى المؤسسات وحينما نحتكمه للمؤسسات يعني أعطى الدستور دور كبير لأحزاب السياسية في تأطير المواطنين ولكن طبيعة الحال يعني هناك إشكالات في عمل دور الأحزاب يعني لا تقوم بأدوارها إلا منقل كلها ولكن هناك استثناءات من طبيعة الحال يبقى يعني هناك مجالات أخرى مفتوحة لمجتمع المدني تنظيمات موازية وأيضاً تنظيم القبيلة يبقى حاضراً يعني بمحدداته القرابية وبمحدداته الدموية التي تربط روابط اجتماعية ما بين أفراد المجتمع الواحد كيف أبرزت بالنسبة للأطرحة ديالك تأثير القبيلة على إنتاج النخط كيف يتم ذلك؟ من طبيعة الحال يعني ركزنا على يعني بعض المناطق مثلاً حينما تحدث عن إقليم أسزاك يعني نجد بأن مكوناً قبل هناك فوسيفساء من القبائل تستقر في الإقليم ولكن هناك يعني واحد التواجد لقبيلة يعني وافرة وكبيرة ومطبط حال يعني تأثيرها جلي في تشكيلة أغلبي المجالس الترابي الإقليم أيضاً مثلاً حينما ننتقل لمدينة سمارة نفس الشيء يعني تقريباً تجد مكوناً قبلياً واحداً هو الذي يبسط سيطرته على مختلف المجالس حينما ننتقل إلى مدينة الداخلة تجد كذلك مكوناً قبلياً واحداً هو الذي يسيطر على كهفة المجالس العيون هناك تشكيلات قبلية مختلفة ولكن طبيعة حال السيطرة تبقى مكوناً قبلياً تبقى الداخلة تشكيل نوع من الاستثناء رغم أن الداخلة هي حاضرة أولاد ليب ولكن في المجالس المنتخبة نجد في سائك المقلس تنوع قبل كبير من طبيعة الحال ولكن رغم ذلك ستجدوا أن مثلاً يعني رئاسة مجلس الجهة ورئاسة مثلاً الجماعة أو على الأقل أغلب المستشارين يعني من طبيعة الحال هم يعني من انتماء تقريباً قبلي واحد رغم أن هناك من طبيعة حال المجال السيحة ولكن يعني الهيمنة تكون للقبيلة التي يعني تتخذ من ذلك المجال موطناً لها وتتخذ ارتباطاً وثيقاً يعني بالأجداد وبالتاريخ وبالتالي يعني هناك توازنات هناك توازنات وهذه يعني نعم ولكن كيف يحضر الموطن القبلي في ظل أنه العمل الانتخابي تتم على أساس الأحزاب والانتماء السيسي كيف يتم ذلك؟ الأحزاب الأحزاب تلبس ثوب القبيلة الأحزاب في الصحراء تلبس ثوب القبيلة تجد بأن يعني له ارتباط بقبيلة معينة ولو أنها هناك شخصيات ولكن شخصيات تلبس ثوب السياسي وثوب الحزب ولكن تشكل امتداداً قبلياً حينما نتحدث من الأحزاب أخرى لا أريد أن أذكرها ولكن يعني الأحزاب في منطقة الصحراء رغم أنها تبقى مؤسسات دستورية ولكن يعني القيادين وممثل الأحزاب من طبيعة الحال يجسدون امتداداً لتلك القبائل في الأحزاب نعم ولكن مثلاً بالنسبة القبيلة كيف لها أن تتعامل مع مرشحين من أحزاب متنوعة داخل نفس القبيلة كيف يتم حل هذا الإشكال؟ هو من طبيعة الحال المواطن أو الناخب الصحراوي في الحقيقة يجد صعوبة صعوبة ولا سيما لأن فيما مضى كانت الروابط القبيلية أقوى من اليوم وكان يعني مثلاً دائماً يعني التصويت يكون لصالح ابن العم وابن القبيلة اليوم طبيعة الأجيال الجديدة مع موجة العلماء ومع موجة يعني التواصل الاجتماعي أصبحت القبيلة كتنظيم يعني تتلاش نسبياً ولكن يعني من الخلاصات والاستنتاجات التي توصلت لها الأطروحة يبقى تبقى معطاة يعني هي الحظم الدافئ لتوجيه السلوك السياسي للأفراد من طبيعة الحال مع محددات أخرى لعل أبرزوها من طبيعة الحال معادلة القرابة ومعادلة المال يعني هناك رابط القرابة وأيضاً هناك عامل المال يعني هم عاملان أساسياً في توجيه السلوك السياسي للأفراد يعني وش ممكن قوله بأن الولاء في الصحراء للقبيلة أكثر من الحزم أكاد أجزم أكاد أجزم بأن الولاء من طبيعة الحال إلى حدود الانتخابة الأخيرة يبقى من طبيعة الحال للقبيلة أكثر من الحزم ويعني يلي الحزب تليه المصالح يعني التي تربط الناخب بالمنتخب وتليه أيضاً يعني عامل أساسي وهو عامل المال الذي أصبح عندما نتحدث عن الخلف القبالي في الأقاليم السحراوية والحال هو أنه واقعاً ومدنياً السحرا ما فيهش فقط القبائل أيضاً فيها الناس جئين من الشمال منحذرين من الشمال ومشكلون في بعض الأقاليم أغلبية يعني كيف يتم تعامل مع المواطن المنحدرين في الشمال في العملية الانتخابية في السحرا في المناطق التي تخضع النظام الاقتراع باللائحة يعني أصبحت من طبيعة الحال يعني احتساكنة الشمال لأننا نحن في مغربين واحد من طبيعة الحال أصبحت لها تمثيلية في المجال السورابية أتحدث هنا عن مدينة قليميم وأتحدث كذلك عن مدينة طنطان وأتحدث عن يعني مدينة بوجدور يعني هذه ثلاث مدن تقريباً فيها تمثيلية لساكنة الشمال في المجال السورابية لكن في المناطق التي لها يعني نظام قبلي واحد مثل إقليم أس الزاك إلى أحد الساعة يستحيل يستحيل لأن أول النظام المعمول به هو نظام الاقتراع الأحادي الإسمي الاقتراع الأحادي الإسمي وبالتالي إلى أحد الساعة يعني أبناء المنطقة أو أبناء القبيلة وهم الذين يصلون إلى المجال السورابي نعم إذا أريد أن نتقلوا أيضاً إلى نخبة أخرى نتكلم عن النخبة المنتخبة الآن وشكي ممكن حد أيضاً حتى على النخبة التي تقلد مقالل الأمور في الدولة يعني نجد أحياناً القبيلة توطي إسم أو إسمي لتقلد هذا المنصب أو ذاك داخل الدولة وشكي هذا أمر طرحتي أيضاً متبال على القبيلة طبعاً خصصت مبحثاً في الفصل الثالث من القسم الثاني عنوانته بعينات نمادج نمادج لعينات لعينات وسيرة الذاتية لبعض النخب المحلية الانتماء والمصار وجزأته لثلاث يعني مطالب المطلب الأول نخب لإدارة ترابية معم واشتغلت على حالة بعض الولات وانتماءاتها القبلية ومطلب أفردته لنخب الأحزاب السياسية وأفردته كذلك لنخب القبائل داخل الأحزاب السياسية ومطلب ثالث خصصته لشخصيات حظيت بمنصب وزاري ولكن مطبع الحل حظيت بمنصب وزاري لامتداداتها القبلية لأن الدولة كذلك رغم أنها هي هي الأم ولكن يعني تتعامل كذلك مع نخب المناطق الجنوبية بامتداداتها يعني خلفياتها القبلية ومطبع الحل تجد يعني تلك الامتدادات وتلك الوزن القبلي يعني له حضوة داخل دوائر القرار السياسي نعم من خلال هذا الرصد هذا ما لاحظتش بأنه أحيانا المعين من خلفه صحراوية في منطقة صحراوية يجد صعوبة في اندماج عكس مثلا المعين من قادم من الشمال نعم سواء كان والي أو مودي المركزي أو رئيس في صلحة معينة ما لاحظتش هذا الأمر هذا من طبيع الحل هو صعوبة الاندماج يعني أحيانا تكون تكون متبادلة ولا سيما يعني من يعني مواطن قادم من الشمال إلى الجنوب وأحيانا كذلك لمواطن يعني قادم من الجنوب إلى وافد على مدن الشمال المملكة ولكن يعني أظن بأن اليوم الأمر أصبحنا نتجه إلى الدولة الأمة أو الدولة المواطنة وبالتالي يعني هذا شيء تكرس بعد هذا الدستور الذي أفرز يعني في ديباجته على أن المغرب يتجه إلى نظام الجهوي المتقدمة وبالتالي يعني أصبح المواطن أينما كان في المغرب ينصهر في المجتمع لأننا نشكل أمة متجانسة بشقها يعني العربي الأمازيغي العبري يعني أمة واحدة بلسولك أيضا بالنسبة الخلاصات ممكن تكلم عن خلاصات من هذه أطروحة هذه منطبع الخلاصات يعني خلاصات أولا القبيلة كتنظيم اجتماعي لازال مستمرا في المناطق الجنوبية أيضا مسألة أخرى نسبة المشاركة السياسية المرتفعة في الأقاليم الجنوبية لا تعني بالبث والمطلق يعني درجة تأطير الأحزاب السياسية للمواطنين ولكن يعني هنا تدخل عملية يدخل دور القبيلة يدخل دور المال في في التحفيز وفي ارتفاع تلك المشاركة السياسية وأيضا إلى حد ساعة تبقى الثقافة السائدة في المنطقة يعني في عموميتها طب الحال هناك استثناءات ولكن إلى حد ساعة في عموميتها على أن السلوك السياسي والسلوك الانتخابي يبقى رهين معادلة القرابة والمال بدل نشر ثقافة السياسة ومطبيعة الحال رغم أن هناك خلاص كيف تترقت لأنه أصبحت نسبيا للأجيال الجديدة تتخلى وتبتعد نسبيا عن هذا الروابط سيد بجمع بينه شكرا زيلا لك بارك الله فيك شكرا لكم مجددا وتحياتي لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله